مرحبا بكم عاملين ايه معكم ايا صلاح اخي ساقي التخزية النهاردة هتبقى حلقة خاصة جدا عن الاطعمة الخطر او اللي بتسبب الاجهاض للمرأة الحامل عندنا كم نوع من الاطعمة وكده ما ينفعش ان انت تتناوليهم في فترة الحمل اول حاجة في اطعمة عامة يعني ايه يعني في فترات الحمل كلها انت ما تكلهاش اولا هي البيض الني بعض من الناس ساعات لما بتيجي بتطهر البيض ما بتطهاش يعني بالكمية الكافية يعني ممكن تعمله النص سوى وتبدأ ان هي تتناول ده خطر جدا علشان انت كده بتتعرضي لنوع من المايكروب اللي هو سالمونيلا ما ينفعش ان انت تتناولي البيض ني او اللحمة مثلا تكون ني تاني حاجة من الحاجات الخطر او الناس ما بتاخدش بالها منها هي الكبدة اللي هي كبدة الفراج ما ينفعش ان انت تتناوليها بصفة عامة كده في وقت الحمل السبب ان في قيم ميت فيتامين الف اللي موجود في الفراج بيبقى عالي وده اللي بيحفز على حدوث الاجهار عشان كده ما ينفعش ان انت تتناوليها خلال فترة الحمل وكمان ان الهرمونات اللي بتبقى في الفراخ ديه بتبقى خطر لانه بيتم حقن الفراخ عادة بمواد او هرمونات معينة خاصة بتبقى في اللي بيحصل الحقن ده بيبقى في الجناح او بيبقى في الرقبة او في الورك بتاع الفراخ علشان كده ببدأ ان انا انصح الناس ما يتناولوش الكبهة كمان الفراخ لانها هي بتخزن المادة اللي تم حقنها من كمان الاطعمة اللي مفروض تبعيد عنها الارفة الارفة من الحاجات اللي بتحفز على ان الراحم يعمل اضطرابات ويعمل انكوبات عالي جبن فيطرد الجنيه كمان الاناناس الاناناس فيها من انزيم معين هو اللي بيسبب ان كمان الرحم يبدأ ان هو يطرد الكمية والمرمرية ده نوع من الاعشاب هي المرمرية ديه بتبدأ تحفز الرحم او تعمله انكوبات زيها زي الارفة مش بس كده ده هي مش كويسة كمان على المرأة اللي بتردع وجدوا ان هي بتقلل كمية اللبن في حالة الرضع من الاطعامة كمان اللي مفروض تبعيد عنها هي البحوم المصنعة يعني مسلا ما تحاوليش تكل خلال فترة الحمل ده اللي هو اه انواع من البرجرات او الحاجات اللي انتي بتجيبيها بتبقى معلبة لان كمية المواد الصناعية والمواد اللي هي اه مخلفة لها بتبقى مش كويسة فعشان كده ممكن تسبب انقباض الرحم بعد من التوابل اللي بتضاف الى المواد المصنعة دي بتبقى ضر اصلا على صحة المرأة الحمل من كمان الحاجات الشائعة او الناس ممكن ان هي تكلها ان هي لها فايدة هي لها فايدة بس فترة معينة وهو حاجة اللي هو بنعرفينها كلنا اللي هي الطمر الطمر طبعا من الحاجات اللي بتحفز على انقباض الرحم طبعا انا بقول ان احنا ما نتناولوش خلال فترة الحمل ما عدا شهر واحد وهو الشهر التاسع اللي هو هتولدي فيه الطمر مفيد جدا خلال فترة الشهر الاخير اللي هو الشهر التاسع في حالة الولاد لان الطمر بيحفز على انقباض الرحم وان هو سهل من عملية خروج الجنة عشان كده مينفعش تتناوليه خلال من اول شهر لغاية ما توصل للتاني انما لو حبيت تتناوليه في اخر شهر فدا حاجة مفيدة جدا قلنا ربنا سبحانه وتعالى لما قال لي ستنا مريم وهز اليك بجزء النخل لتساقط عليك رطبا جنيا لما قالها على الطمر قال لها علشان تاكله ويسهلها من عملية البلاد علشان كده لازم ان انا اخد بالي جدا من الاخزاء اللي بتناوله في حاجة كمان السمسم بعض من الدراسات قالت ان السمسم هو فيه نسبة كالسوم مفيدة بس في نفس الوقت مينفعش تتناوليه بكمية كبيرة جدا علشان اعود اللبن او الزبادي او اي منتج مثلا من الالبان انا مش عارفة ان انا اتناوله علشان كده بنصح ان السمسم هناكله ماشي تمام بس في ورده في الاشهر الاخير ما تناولوش بكمية كبيرة انا لما بقول مثلا كل السمسم كباديل للبن ما بقولكيش مثلا هاتي نص كيلو وعرض كليه كليه علشان ان انا اعود كمية اللبن اللي انا بتناوله لا انا مطلود ان انا اخدها كل حاجة باعتدال اه كان فيه بنات بعتولي وقالولي ان احنا مش عارفين التغذية بتاعتها او الحاجات المفيدة ايه اللي احنا ناكلها اه ان شاء الله هاعرفها لكم في الفيديو اللي الجاي وبينلكم ايه هي الاخذية اللي المفروض تتناوليها في كل شهر ولو انت مش حابة مثلا نوع معين ازاي ان انت تتعوضي بحاجة تاني انا عايز اكون دعموا بالقناة وتعملوا سبسكرايب وتتابعوني على طول باستمرار علشان ان انا اقول لكم كل جديد واي تعليق انتو بتكتبوه انا بشوفوه وببدأ ان انا ارد عليه لو لقيت تعليق مسلا محتاج شرح ابدأ اعملكم فيديو علشان تستفيدوا اكتر يلا اشوفكم الحلقة الجاي باي باي